السلام عليكم ورحمة الله من مطبخ بوشرا وحيوكم ونعتدر عن فترة الغياب لدروف خاصة نتمنى تكونوا كامل بخير اليوم رح نديروا سردين بطريقة عصرية وهي ارزيمات السردين نغيروا شوية من سردين قليء أو يكون على شكل دروف أول نبدأوا على بركة الله نحتاج سردين بطريقة عصرية نحتاج بطريقة عصرية على شكل مكعبات يعني بطريقة عصرية ونقليتها حتى نتفادى لكي لا نطلق عليكم في الفيديو وهنا نفس الشيء قطعته بالطول دخلت الفلفل كحل موتار زيته وقليته حتى تحمر وتكرمل خداء اللون الذهابي نحتاج كمون فلفل كحل ملح نحتاج أسلك ليغلقوا بهم أكياس أشيوة والله يستعملون في بعض الأشياء الأخرى قام يتبعوا عندلي لوازن الحلويات نحتاج مول يكون بهذه الطريقة يكون دائري ونحتاج قليل من الزيت الآن أنا نحيت خليت واحدة فقط نحي للشوق ونحاول لا نحيش هذا الزحكة لأنها هي اللي سنغلق بها نحبسها هنا ونحيح ونحيح بالنسبة لنصف ونحيح بالحمر لكن سنحيح طبق مكلف لأنه سرده باستان خصوصا في فصل شيتاء سنضيف الحمر حتى بسرده لكي الملح قليلا لاني البطاطا كنت قليتها بالملح والبصل ثاني هكذا نحكم فردين نفرج فلقاء لاحظوا نفرج قليلا فلقاء والباقي نخرجوا على الجانب تعلوم بهذه الطريقة هكذا نضع واحدة قدم واحدة نضع البطاطا نضع النفرج حينما نضع الكبير نضع قليلا لنضع الحواف نضع البطاطا نضع البطاطا نستفعها لا نضع الكثير نضيف الحجو الاختياري نضيف قليل من البصل بعدها نضيف نضيف سردين نضيف نضيف سردين ستشكل على شكل رزم نضيف 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 نتمنى أن الإضاءة تكون كافية نضمها ملاح نغلق نضمها 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 ونكملوا نرى لكم كيفة نكملوا الوصفة بعدما أعمرت كامل الفرغات التي كانوا عندي نرشع قليمة فلفل أسود ونقضر عليهم قليل من الزيت نكون مسخنا على فرن ندخلهم يطيبون ثم نشلع عليهم شعل خفيف ملفق برك يأخذوا برك لون من ناحيهم ونقضر عليهم ونقضر عليهم ونقضر عليهم بابق التقديم بابق نهار اليوم هو جاهز كما رأيت لحظة أرزيمات تستردين خليتهم بردوا لما نحيتهم رفقتهم صلصة طماطم كنت تعمل صلصة عادية قليل من البطاطا التي زينت بها مع قليل من المعدنوس ونقضر عليهم كل واحدة ونقضر عليهم لأنهم نعرفوا السردين يكون طريق ونحتاج وقت طويل عندما يطيب نحيخ ونقضر عليهم ونقضر عليهم طريقة تقديم كل واحدة نتمنى تعجبك وصفة اليوم وتجربتها خصوصا عندما يكون لديك دويوف تحطيها زيادة تبرتجيها لطديقات كي يستفدوا معنا تعملي لي جانلا فيديو ونزوريني على صفحتي على فيسبوك مطبخ بوشرة تشتركي في القناة وإلى اللقاء في فرصة أخرى إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر